واللي قال لنا من شوي أنه عدد الإصابات 14 والحمد لله ما فيش أي وفيات حتى الآن ولكن في حالتين حالتهم خطيرة في مستشفى السلام وهي مستشفى خاصة بعلاج الحروق وطبعا هنتابع ولكن شايفين حضراتكم طبعا ده جزء من ما خلفه هذا الحريق من خسائر كبيرة في عدد كبير من السيارات المملوكة للمواطنين اللي كانوا بيمروا في هذا التوقيت وطبعا معرفوش يتحركوا أو معرفوش طبعا عملية الحركة وقت نشوب الحريق لأنه في لحظات عندما حدثت شرارة من إحدى السيارات قدت إلى انتشار الحريق وفي ثواني قليلة زي ما قال لنا المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة الأنابيب اللي كان موجود في هذا التوقيت لأنه راح بعد الإبلاغ مباشرة ويتابع أيضا لحظات هذا الحريق وما جرى في هذه السيارات ونتابع طبعا مع الجهات المعنية هذه التحقيقات إلى أين وصلت وهذا الحادث على الذي وقع بعد ظهر هذا اليوم في على طريق الإسماعيلية خط الغاز الخام أعسف خط البترول الخام من شقير إلى مسترد وهذه السيارات التي احترقت بالكامل دمرت بالكامل نتيجة لهذا الحريق وكان قبل قليل وزير البترول ومحافظ القاهرة موجودين في الموقع والإشراف على عمليات إخماد النيران وطبعا متابعة من جانب كل الجهات المعنية والجهات الفنية في مختلف الجهات في خاصة وزارة البترول ووزير البترول المهندس طارق الملة شكل لجنة فنية مختصة لفحص ما جرى والوقوف على أسباب الحادث وطبعا تولى الجهات الأمنية أيضا لا بد من تحرك أيضا وأكيد تحرك على طول الجهات الأمنية لي أيضا معلومات عما جرى وخاصة إنه مسؤول عن شركة الأنابيب قال إنه محدش خد تصريح أو موافقة خلال الفترة الماضية إنه حد يشتغل في هذه المنطقة يعني زي ما شرح لنا كده قال إنه لما بيبقى فيه أعمال تطوير في طريق أو تطوير في منطقة أو حفر أو غيره أو غيره بيتم التنسيق مع شركة البترول عشان عندكم هنا زي ما يتم مع الكهرباء مع الميا الجهات اللي هي بيبقى لها خطوط تحت الأرض فقال لم يحدث يعني الراجل قال ما حدش نسق معنا وبالتالي إنه ما فيش شغل هناك يعني طبقا لكلامه ما حدش نسق وبالتالي ما حدش نسق يبقى التم ده إيه حصل بنانا عليه زي ما قال هو عنده شكوك بس ما قالش إيه الشكوك طبعا هو الرجل فني لما شاف المنظر إنه الأنابيب ديت على العمر ما بين متر ونص مترين إلا ربع تقريبا تحت سطح الأرض إنك توصل لده لازم أولا تبقى عارف مش أي حد يبقى عارف المكان ده أنت كمواطن معدي أو بتعدي مش هتشوف بس يبقى فيه حد عارف إنه هنا فيه حاجة هنا فيه مصورة هنا فيه محبس محبس في المكان ده حد لا أتأى ما عندش ما يدعو إننا أتهم أي شخص أو أي حد بس أنا بحل الكلام رئيس الشركة قال إنه محدش تشتغل هناك قانونا ما فيش حد بيشتغل لأنه محدش نسق معنا وبالتالي ما فيش حد هناك موجود ما فيش جهات بتشتغل هناك إنها بتعمل عمليات حفر فهو قال مش أنا اللي بقول على الثاني ومش على الثاني قال رئيس الشركة إنه هو عنده شكوك فيه مجرى إنه مش طبيعي إنه مش طبيعي مش طبيعي لين إنه النبيب الخط ده على العمر من متر ونص متر إلى ربع تحت سطح الأرض يتم إزاي بقى الانفجار ده يتم وإزاي بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه طبعا أعداد كبيرة من المواطنين على الهواء مباشرة بننقل هذه اللقطات طبعا أصحاب العربيات وأقريبهم طبعا وأهلهم يعني يعني وربنا يشفي الجميع ويعواطهم خير يا رب ويعواطهم خير يا رب وأتمنى طبعا اللي ما عندوش تأمين هي بعنده بقول لكن أتمنى المهندس طارق المل وزير البترول يشوف الناس أصحاب العربيات طبعا الموضوع زي ما احنا بنقول كده قضاء وقدر آه فالناس دي دفع التمن غالي كبير تاني بقوله هو على الهواء أتمنى المهندس طارق المل وزير البترول أصحاب العربيات دي نشوف وزارة البترول تتعامل مع الأمر ده إزاي مع الضمار اللي تعرضوله والخراب ده اللي تعرضوله إزاي يعني تاني بقول الحكاية دي عشان وزارة البترول تقدر يعني تساعد الناس دي تاني بقول تقدر تساعد الناس دي تعتهم وتشوف العربيات بتعتهم تتعامل معها إزاي طبعا اللي عنده تأمين أو اللي ما عندوش هنعمل إيه كوزارة نتعامل إزاي مع واحد وثلاثين عربية تدمرت تدميرا كاملا في ناس يعني أكل عيش هتقطع النهاردة اللي عنده ميكروباس زي ده بيشتغل عليه أجرة رايح جاي على الخط ده اللي عنده عربية اللي مشغلها أو بتاعته جاي ما عندوش غيرها بتبقى دي حلته فيه ناس بيدفع دم قلبه عشان بيستلف عشان أو يقصط عشان يقدر يجيب عربية فالناس دي يعني من غير ما عرف أي حاجة الناس دي ما عندهاش فلوس تجيب عربيات فأتمنى بطريقة إنسانية من السيد وزير البترول يشوفوا الناس دي تاني الموضوع هنا بنتكلم موضوع إنساني تماما تقدر وزارة البترول تقدر تتحمل يعني شوية مع الناس يعني شوية وشوية حد كل واحد يشيل شوية أتمنى الناس دي دفع التمن حاجة مش بتاعتها حاجة مش بتاعتها هو مصادفة إنه الحظ إنهم تواجدوا في المكان في الوقت ده ما يبقاش هنا وما يبقاش هنا زي ما احنا بنقول كده ولكن بقول ربنا سلم من اللي قدام حضراتكم ده كان ممكن يبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا ولكن الحمد لله ربنا سلم ويعني يعني وربنا يسطرها ويعني إن شاء الله ربنا يسطرها بإذن الله تعالى يا رب على بلدنا وعلى شعبنا العظيم ويحمي كل الناس ويسلم طريقك جميعا يا رب يا رب ويسلم طريقنا وطريقك جميعا بإذن الله حاول طبعا الوضع صعب هنحاول وكل يعني كل جديد هنتكلم عنه لإنه حدث طبعا ناس كلها بتتبعوا هذا الحدث وفي ناس لسه بيسألوا على فين على طريق اسماعيلية في المتاجه من القاهرة إلى الإسماعيلية بعد نفق السلام تحديدا في هذه المنطقة خط الناس لسه بتتابع خط خام اللي بينقل بترول من شقير أو البحر الأحمر تحديدا إلى مسترد حصل كسر مش عارفين الأسباب طبعا لسه مش احنا الفنيين الناس الفنيين مع التحقيقات اللي هاتم إذن معالي النائب العام المصشار حمادة الصاوي الآن يعني كنا كما توقعنا بالضبط بيشكل فريق عمل أمر حالا أمر المصشار حمادة الصاوي النائب العام بيئة تحقيق في واقعة حريق خط المزود بطريق القاهرة الإسماعيلية حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مصرح الحادث وفريق آخر يبقى عندنا فريقين فريق راح مصرح الحادث وفريق آخر راح للمستشفيات لسؤال المصابين ستعلن النيابة العامة لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات إذن معالي النائب العام المصشار حمادة الصاوي أمر بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث في واقعة حريق خط المزود بطريق القاهرة الإسماعيلية وفي فريقين تم تشكلهم واحد راح للمستشفيات لسؤال المصابين وفريق آخر انتقل إلى مصرح الحادث لإجراء معينة للمكان والنيابة العامة قالت أنها ستعلن نتائق التحقيقات لاحقا أو ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقا إذن النائب العام بشكل سريع شكل فريقين للتحقيقات وأمر بفتح تحقيق في هذا الأمر ومعرفة ما جرى النيابة العامة بعد الوصول لمعلومات ستقوم النيابة العامة بكشف التحقيقات أو بإعلان تحقيقات عامة حدث في هذا الحريق هناك طبعا عربيات والناس كانت بتهرب عربيات كتير من المنطقة وزي ما احنا بنعرض قدام حضراتكم فيديوهات كثيرة ناس كتير جدا طبعا الناس اللي كانت بتجري من الحريق وطبعا الناس اللي كانت على هذا الطريق مع بداية اشتعال الحريق أعداد كبيرة ربنا حماهم ونجاهم أنهم يعني قدروا يهربوا من النيران المشتعلة على هذا الطريق ولكن هناك 31 عربية تفحمت تماما النتيجة لهذا الحريق المترجم للقناة